إلى ذلك قال وزير الدولة للشؤون الخارجي الإماراتية الدكتور أنور قرقاش إن استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ فاليستية إيرانية تطور خطير يضع الأوليات في نصابها الصحيحة وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول وأشار إلى أن الخطر هو تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ورفضه للحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرون سامعه ليس هذا وقتها وتصعيده سيضر وأكد قرقاش أن الهجوم الباليستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ الباليستي الإيرانية أولوية عاجلة مضيفا أنه من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعملية الحوثي مؤكدا أن الموقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها